اشتركوا في القناة القمر موجود الآن في منزلة الزبرة وهي منزلة الربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود فيها من الآن ولغاية الساعة سبعة وأربعة وثلاثين دقيقة مساء من مساء يوم السبت بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات بما أن القمر موجود في برج الأسد فمعناته إحنا خلال هذا اليوم بيكون الناس من حولنا في هذه الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاوية هي اليوم في عنا مجموعة زوايا بطيئة رح تكون ذروتها ولكن في زاوية طبعا تأثيراتها هي من يوم 24 ستة لغاية يوم ثلاثة سبعة هاي الزاوية زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري اللي حكينا عنها أنها بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه ومن ميل للعيش دون مستوانة وبرضو منبدر أموالنا أهم الشيء بالفترة هاي تجنب الأقمار والمضاربات المالية الأسهم البورصة لأنه فيها أحداث كثيرة مثل اللي بتابعوا هاي الأمور عارفين شو المقصود في هذا الأمر بعض الأشخاص ممكن يتعرضوا لبعض المشاكل مع السلطة أو العدالة بسبب أمور مالية وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتم ذروتها طبعا أول زاوية هي عنها زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبلوتو اللي هي هاي ذروتها اليوم اللي ها تأثيراتها من يوم 29 ستة ورح يستمر تأثيرها لغاية يوم 4 سبعة تأثير هاي الزاوية أو دروتها الساعة 22.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومخالفة الأنظمة ومقاومة النظام السائد والقوانين وعرقلة نجاح مبادراتك وعلاقاتك كمان هاي الزاوية بتعد دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبتدل كذلك على انها هاي الفترة ممكن تشهد بعض الاضرابات للعمال اضرابات للعمال وممكن ترافقها اعمال شغب او حوادث عنف كما ممكن انها تشهد هاي الفترة مقتل احد القادة او كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازديد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حوادث الى علاقة بانقلابات عسكرية او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية تفجيرات حرائق عنف بانواعه وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات اما بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين زحل وهي طبعا زاوية تاثراتها لغاية يوم ثلاثة سبعة بتحزز قدرتنا على تحليل الامور هاي تقريبا ذروتها ساعة عشر وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون الساعة اتناعش وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمر روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية طبعا اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تأثيرها بيجي بس يومين يعني اليوم وبكرة فقط هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين نبتون اللي هي التأثيرات القوية احنا بنحكي عنها طبعا هي لها تأثيرها اللي هو تقريبا خمس ايام او اربع ايام ورح يستمر كمان اربع او خمس ايام ولكن ذروة هاي الزاوية هي من اثنين سبعة لا يوم ثلاثة سبعة اليوم ذروتها ساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساء طبعا اول شغلة بما انه عطارد الاتصالات ونبتون الخيال فمعنات الفترة هاي كثير من الاوهام والوساوس والقلق والشك والغيرة بتزيد وبرضو الاحلام والكوابيس بتكثر والارق وقلة النوم وبتسبب نوع من انواع الخوف اما من ناحية التوقعات فبيكون عندنا نوع من انواع الصعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن بعض الاشخاص يرتكفوا الاخطاء في احكامهم وهذا الشيء ممكن يعرضهم لخيبات امل بالدل هاي الزاوية على وقوع جدل بين احزاب اليمين واليسار واغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليسار الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق او التلاعبات خصوصا في امور الها علاقة بالصحافة او السياسة او حتى بالامور اللي الها علاقة بقطاع الصيد والبحرية والسوائل المجالات الفنية وممكن تشهد هاي الفترة تراجعات في المبادلات التجارية البحرية او نزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية عنا القلب والشريان الاورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان طبعا هدولة الاعضاء هم نقاط ضعف ولازم انه نعطيها اللي هو العناية الاضافية اكثر وهي الاعضاء ما مننصح في خلال هذا اليوم اجراء عمليات جراحية لا الها الا اذا كان اضطراري ما في مجال التأجيل القلب شريان الاورطي والامور اللي لها علاقة بالظهر والعمود الفقري دائما بالفترة هاي نبعد عن اي عمليات جراحية لا الها اما باقي الاعضاء فيوصى بالعمليات الجراحية ما في اي مشاكل بالنسبة لعمليات التجميل طبعا اليوم مناسب جدا في عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والجراحة التجميلية برضو بس انه هذا اليوم لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بما ان القمر موجود في برج الاسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد ثلاثة سبعة رح يكون خلو المسار بيبدأ من الساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اثناش واحد وثلاثين دقيقة ظهرا ليستقر القمر بعدها في برج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث ايام في تمام الساعة اربع وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح اربع ايام نسبة الاضاءة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة طبعا منتحسي بنسبة عشر في المية القمر في الاسد حتى يوم ثلاثة سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الان ولكن لغاية ساعات الظهر بصير يتناقص لحديد ما يوصل خمسة ومنتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية بعدين من ساعات المساء يعني عند المغرب تقريبا ترتفع نسبة الحدود او ساعاته اعشرة في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثمنتاش سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% فرانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم السبت ولغاية ظهر يوم الأحد القمر موجود في برج الأسد اللي هو البيت الخامس لألكم فعشان هيك في خلال هدول اليوم ونص تقريبا تشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معاهم فهاي تعتبر فترة مثمرة إيجابية بتستعيد فيها إشراقتك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بأي شيء ظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات وللأمور العاطفية إجمالا وحتى الحضوض مع الأبناء أو ممارسة هواي معينة أو حتى الأمور التجميلية من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء القمر بصير في العذرة يعني بيتك السادس هنا بتركزن هاي الأيام على العمل على الصحة فعشان هيك تجدون العمل بيتراكم أكثر من المعتاد في هاي الأيام طاقتكم بتنزل شوي صحتكم بتصير بحاجة للمتابعة أو المراقبة شوي ممكن تصير بعض المشاحنات اللي إلها علاقة بزملائكم بالعمل أما بالنسبة ليوم الأربعة والخميس ولغاية صباح يوم الجمعة القمر بصير مقابلكم تماما في برج الميزان اللي هو البيت السابع وهذا بيركز على العلاقة ما بين الشركاء شركاء المال شركاء العاطفي ما بين الأزواج ولكن في هذا الأيام هاي اللي هي اليومين وربع طاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك بتكون تنتبهوا على صحتكم تنتبهوا من العصبية والمواجهات والمشاحنات ردات الفعل لأنه بتكونوا بأضعف أيام طاقتكم في هاي الأيام أما من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير في العقرب اللي هو البيت الثامن فهذا بيعززوا الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة الأموال اللي إلها اللي بكون بينك وبين شخص فيها شريك مثل قرب من بنك ضريبة تامين مال الزوج مثلا أموال لإلك بدك تستردها ميراث معين حقوق لإلك بدك تطالب فيها فرح تنشط على الأمور المالية بشكل كبير وبتبدأ طاقتك من صباح يوم الجمعة ترتفع لأنه القمر بيكون تحرك درجة من مقابلك برج الثور بالنسبة لمهوليد برج الثور طبعا اليوم السبت والإغاية الظهر يوم لأحد القمر موجود في الأسد البيت الرابع لإلكم فعشان هيك التركيز كله رح يكون على البيت على العائلة فمهي هاي الأمور اللي رح تأخذ القصة الأكبر من تفكيركم في خلال هدولة اليومين فعشان هيك بتجدوا تعاون من أفراد العائلة في بعض الأمور ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو ترتيبات أو انشغلات عائلية أهم شيء أنك في هاي اليومين أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية ولكن بدك تنتبه أنه في هدول اليومين في بعض المصاريف الإضافية من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء اللي هو البيت الخامس لألكم فهنا الأجواء رح تنقلب تماما من ناحية عاطفية وحضوض وأمور ممتازة جدا للترفيه تغيير الجو التجميل الطاقة عالية جدا وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور والحظ بيدعمك بشكل كامل في هدول اليومين وربع تقريبا فعشان هيك هدول الأيام بدك تستغلهم بشكل كبير أما بالنسبة ليوم الأربعة ويوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة هنا التركيز رح يصير على العمل وعلى الصحة فممكن تتراكم عندك بعض الأعمال ما تجد وقت لا إتمامها تتهرب من بعض المسؤوليات تدخل بخلاف ما بينك وبين بعض الزملاء في العمل فبدك تنتبه من كل هاي الأمور وإذا شعرت بشيء غري عتيادي لازم تراجع طبيبك في هاي الأيام ما فيه شيء بخوف ولكن لازم تكون منتبه لهاي الأمور إنه تنظم ما بين واجباتك وأعمالك ما تتغيب لتحاول إنك ترتب أمورك بشكل جيد أما من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير موجود بالعقرب مقابلك تماما وهذا شيء بيضعف طاقتك يعني بنزل منطقتك ولكن بيعطيه قدرة على تعزيز شراكاتكم سواء العاطفية أو شراكات العمل أو علاقاتكم مع الأزواج أو عمل مشترك الأجواء جيدة ولكن في هاي الأيام دك تبعد عن المشاكل قدر لإمكان لأنه عندك قابلية بإنك التور ثورة عارمة من الغضب لأتفه الأسباب طبعا أي مشكلة أنت الحلقة الأضعف ورح تتسجل عليك مش إلك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم ولغاية ظهر يوم لأحد القمر موجود بالأسد اللي هو البيت الثالث لإلكم فعشان هيك الطاقة عالية جدا وبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبرضو بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر عالية جدا واللي عندهم امتحانات هدولا يومين ومميزات بالنسبة لألكم باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على بعض الفرص الجديدة اللي من خلالها ممكن تفسروا مشاعركم وتبرروا مواقفكم رح تنشطوا اليوم بالتنقلات والاتصالات وأمور أيضا لها علاقة بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير في العذراء اللي هو البيت الرابع لألكم فعشان هيك التركيز رح يكون على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة مسائل عائلية اجتماعات لقاءات أو ترتيب وضع عائلي معين الأجواء جيدة هو بتدعمكم بشكل قوي ولكن ممكن يظهر فيها بعض المصاريف اللي إلها علاقة بتصليحات أو ترميمات أو حتى بعض الأمور اللي إلها علاقة إما استعجار بيت أو شراء بيت أو حتى مناسبات زي ما ذكرنا بالنسبة ليوم الأربعة ويوم الخميس واسأل لغاية صباح يوم الجمعة القمر بصير في الميزان اللي هو البيت الخامس لألكم فعشان هيك يهوانا بتنشطوا بالحضوظ بشكل كبير الحض حليفكم بيدعمكم العاطفة قوية تهتموا بشخصيتكم بجمالكم بلباسكم بالفترة هاي الفترة هاي برضو جيدة للتقرب من الأحبة والتواصل معهم تجد أن الحضوظ عالية والطاقة ممتازة جدا ولكن من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير في العقرب اللي هو البيت السادس لألكم فهوانا بتنزل طاقتكم درجة بسيطة وبصير لاهتمام الولاقة بالعمل والصحة أكثر فعشان هيك حاولوا تنجزوا عملكم لأنه ممكن أنها تتراكم ما تقدروا تنجزوها بالكامل وبالمقابل بتكون تراقب الوضع الصحي ممكن بعضكم يكون عنده مراجعة طبية أو بعض الفحصات أو حتى أنه يشعر بتوعق صحي يطلب منه الانتباه لنفسه برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا الأسبوع يعتبر من الأسبيع المميزة بالنسبة لألكم وخصوصا أنه من اليوم القمر موجود في البيت الثاني لألكم يعني اليوم السبت ولغاية ظهر يوم الأحد القمر موجود في الأسد اللي هو البيت الثاني بيت المال فعشان هيك تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم إشانكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشانكم تستغلوا الفرص من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثة القمر بصير في العذراء اللي هو البيت الثالث لإلكم فرح تنشطوا بكثير من المجالات بالتحركات بالسفريات القصيرة بالاتصالات بالامتحانات النقاشات والمقابلات عندكم نشاط عالي جدا واللي عندهم امتحان فترة مميزة جدا لإلكم وبرضو اللي بده يسوق لسلعة أو لمشروع معين هاي الأيام برضو أيام مميزة وممكن يكون لدى البعض من موليد برج السرطان نوع من أنواع التعامل في هاي الأيام ما بينه وبين أخ أو جار أما بالنسبة ليوم الأربعة ويوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة القمر بصير في الميزان فهنا الاهتمام اللي هو للبيت الرابع اهتمام بصير على مستوى البيت والعائلة التقارب العائلة مناسبة اجتماعية عائلية تصليحات ترميمات اللي بده يبيع عقار أو بديستأجر بيت أو يشتري بيت في هاي الأيام مميزة جدا لكل الأمور اللي بتتعلق بالبيت والعائلة من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر موجود في البيت الخامس البيت الخامس بيت العاطفي والحب والجمال والتجميل واللباس والهندام والأبناء وحتى المغامرات العاطفية والترفيه فالأجواء جيدة ودعم لإلكم بقوة فعشان هيك هاي الأيام بدكوا تستغلوها بشكل قوي لأن الحدود بتدعمكم والعاطفي جياشي رغبتكم للتقرب من الأحبة بتكون في أوجها فلازم تستغلوا هاي الحدود لا مصالحة لا تقارب لا عاطفي لا أمور يعني كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بداية أسبوع شوي رح تكون لصالحكم ابتداء من هذا الأسبوع يعني اليوم السبت ولغاية ظهر يوم الأحد القمر موجود عندكم فرح تبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة وبتقدروا تدحموا من مركزكم الاجتماعي أي الأيام تحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم أنكم تتحلوا بالحكمة وواقعية للأمور وبتشتد عزيمتكم ترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر وطبعا معنى وجود القمر في البيت الأول يعني لفت انتباه الجنس الآخر لا إلك وبرضو بالمقابل تعطيك طاقة عاطفية قوية من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء القمر بيصير في العذراء اللي هو البيت الثاني فهو هنا بتتركز الأمور كلها على الأمور المالية مكاسب مالية مستردات هباد دعم هدايا أي شيء له علاقة بالوضع المالي أغلب الأموال اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو الأمور اللي ذكرناها ولكن في هاي الأيام بدك تقلل من مصريفك لأنه عليك التزامات كثيرة ودفعات وترتيب فوتير فتتركز كلها على الأمور المالية أما بالنسبة لأيوم الأربعة ويوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة تعتبر هاي الأيام من أنشط الأيام وأكثرها طاقة بالنسبة لأيلك لأن القمر بيصير في البيت الثالث اللي هو برج الميزان وهذا بيشجعك على التنقلات والاتصالات الحوارات الامتحانات سرعة البديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع ممتازة ولكن بدك تنتبه من عصبيتك أو الانتقادات أو بعض الكلمات اللي ممكن ما تنفهم من الطرف الآخر فهاي أيام ممتازة جدا لازم تستغلها من صباح يوم الجمعة ويوم السبت وصباح يوم الأحد القمر بيصير في البيت الرابع فهنا نحكي نهاية الأسبوع بتكون لها علاقة بالبيت والعائلة والمسائل عائلية تقارب ترتيب وضع معين ترتيب لمناسبة مثلا أو عندك بعض الالتزامات العائلية في منك رح يهتم بأمور الحلاقة بصيانة أو تصليحات أو ترميمات أو ممكن استجار بيت أو عقار معين بده يبيعه أو حتى بعض الأمور المنزلية برج العذرة بالنسبة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم السبت ولغاية ظهر يوم الأحد القمر مازال موجود في الأسد اللي هو بيتك 12 بيت متعبك فعشان هيك ابتجدوا أن التعب بظل مسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور وتعامل مع الغير في اليومين هدول ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بيكون موجود عندكم في العذراء بيتكم الأول وهذا بمنحكم طاقة ممتازة جدا بيعوض الأيام الماضية مشحونين بطاقة عالية جدا ثقتكم بالنفس بترجع عندكم رغبة لإنجاز كثير من الأمور عاطفيا تشتد العاطف عندك بشكل أكبر معني الأجواء بتصير ممتازة جدا بالنسبة لك يوم الأربعة ويوم الخميس وصباح لغاية صباح يوم الجمعة القمر بصير في الميزان البيت الثاني وهنا الاهتمام كله بصير على الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو ترتب وضع مالي معين منكم ممكن يحصل على بعض الأموال من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو موال إله بيحصلها الأهم شيء أنك تقلل من مصاريفك في هاي الفترة من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير موجود في العقرب فهنا نهاية أسبوع النشطة جدا والحضوض بتدعمك بشكل كبير ممكن تعزز علاقتك مع الأخوة مع الجيران وبرضه بالفترة هاي وامتازة إلى السفر والاتصالات والحركة والنشاط والتصويق واللقاءات والاجتماعات والمناقشات طاقتك علي جدا في هاي الأيام في كل شيء ذكرنا فلازم تستغلها برضو لأنه فيها كثير من الفرص لصالحك برج الميزان بالنسبة 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 لموليد برج الميزان طبعا اليوم السبت ولغاية ظهر يوم الأحد القمر موجود في الأسد بيتك 11 فهدولة اليوم ونص أنت رح تنشط فيهم اجتماعيا ما رح تلتق الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتقدر تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء الأصدقاء الجيران أهم إشي أنك ما تبقى وحيد الفرص كلها من العلاقات الاجتماعية وحاول أنك تنظم كل أمورك وتنجز كل الأعمال المهمة قبل الوصول لظهر يوم الأحد لأنها ستدخل فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة فعشان هيك خلال اليوم نص دولة حاول أنك تخرج للقاء الناس واستغلال العلاقات الاجتماعية من ظهر يوم الأحد ويوم الأثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعدراء اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك بتجد أنه الطاقة نزلت الأمور صارت محبطة ما عندك رغب لشيء بتشعر بالتوعق من أي شيء بتشعر أنه الأمور ما بتمشي معك مثل ما بدك فترة ذيها تتطلب منك نوع من أنواع الحذر لكثير ما تثق بكلام اللي حواليك مش أي شخص بوعدك بشيء رح يوفي فيه وممكن كثير من الأشياء تتعطل أو حتى أنه تكون موعود بشيء وما يصير أما بالنسبة لأيوم الأربعة ويوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود عندك بعوض الأيام الماضية لأنه في البيت الأول في برجك فهاي طاقة عالية جدا تجد نفسك أنك انشحنت بطاقة عالية وقدرة على إنجاز وإتمام كثير من الأمور سرعة بديها ممتازة حيوية عاطفة الأمور المالية كلها الأجواء بتتغير لصالحك فعشان هيك هاي الأيام هي تعتبر بداية فترة مميزة لأيلك أما من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير موجود بالعقرب اللي هو البيت الثاني فهنا التركيز رح يكون كله على الأمور المالية ما بين عمل إضافي ومستردات وهيبات ونوع من أنواع الدعم ولكن بدك تحذر من المصريف لزيادة وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم السبت ولغاية ظهر يوم الأحد القمر موجود بالأسد اللي هو بيتك العاشر فعشان هيك بتهتم أو بيتركز اهتمامك حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترى مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تقدم أفضل ما عندك اليوم لأنه ممكن بالمقابل تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أو ترقي أو يعني تكريم ممكن برجو خلال هدول اليوم ونص أنه تظهر بعض المتاعب ولكن هاي المتاعب بتتركز على أمور عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية وتضبط أعصابك وبرضو ما تخالف القوانين ما تجازف وما تشوه سمعتك من ظهر يوم الأحد ويوم الأثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير في البيت 11 اللي هو بيت العلاقات الاجتماعية والعلاقات مع الأصدقاء فبتنشطوا اجتماعيا وممكن يتوجه لكوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء أو تعاون معهم أو التواصل معهم الأجواب بصير جيدة على المستوى الاجتماعي واستغلال بعض العلاقات لإتمام بعض الأمور أما بالنسبة ليوم الأربعة والخميس ولغاية صباح يوم الجمعة القمر للأسف رح يصير في الميزان اللي هو بيتك 12 بيت المتاعب وهنا هاي فترة ضاغطة شوية الأمور بصير فيها نوع من أنواع الصعوبة ما بتقدر تتمم كل الأمور ما بتقدر تنجزها متسهل جدا تكون ممكن طالب شيء من مكان ويتأخر أو حتى يلغى أو حجز لإلك يلغى شخص يوعدك بشيء وما يوفي بوعده فبدك تكون مهيئ لهاي الأمور بس اعمل الأعمال الروتينية وما تتخذ في هاي الأيام أي قرار حاسم من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد هنا الأجواء تعطيك طاقة كبيرة وعالية جدا لأن القمر رح يصير عندك في البيت الأول فهنا الأجواء بتتغير بشكل قوي جدا بصير عندك حضوض شخصيتك قوية طاقتك عالية صحة بتتحسن رغبة بإتمام كثير من الأمور حتى بتصير ملفت للنظر للجنس الآخر بشكل كبير فهي الأيام اللي ممكن تعززها وتحصل كل الأشياء اللي ضاعت عليك للأيام الماضية برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس طبعا اليوم السبت ولغاية ظهر الغد اللي هو يوم الأحد القمر موجود في الأسد اللي هو البيت التاسع لأيكم فعشان هيك هاي أيام مميزة جدا بتنشطوا فيها بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل أو برضو بتشتاد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة خلال هذول اليوم نص تقريبا أو يوم ربع أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء بيدعمك بشكل قوي جدا فبتقدر أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعاد فلازم تستغل هذول اليومين بكل قوتك حتى على مستوى الانتحانات فهاي فترة ممتازة من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعبراء اللي هو البيت العاشر بيت السمعة فهنا النشاط كله بصير على العمل وعلاقتك بالمسؤولين أهمش أنك ما تتغيب عن عملك في هاي الأيام ما تجازف وما تغامر وما تخال في القوانين وما تشوه سمعتك الأيام هاي مناسبة للي بده يقدم على شغل يقدم سبي مقابل استغلال علاقات اجتماعية لدعمه في شيء معين فهي فترة ممتازة ممكن يكرم فيها الشخص أو يحصل على هدية أو دعم أو ترقية أما بالنسبة ليوم الأربعة ويوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة القمر بصير في الميزان اللي هو بيتك 11 اللي بركز على العلاقات الاجتماعية والعائلية فممكن يكون فيه مناسبة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو حتى لقاء بعض الأصدقاء يعني بتنشط اجتماعيا وما بيزبط في هاي الأيام إلا بالخروج والاختلاط بالمجتمع واستغلال المجتمع أو من خلال المجتمع ممكن تحصل بعض المكاسب أما من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير موجود في العقرب اللي هو بيت متاعبكم فضبط العصاب مطلوب بتشحن حالك بطاقة مطلوب تبعد عن القرارات الحاسمة في هاي الفترة الصحة تراقبها بشكل جيد لأنه هاي فترة فترة بيت المتاعب اللي بتجيب متاعب بشكل مفاجئ ممكن تتعطل بعض الأمور توعد بشيء ما يوفى أو حتى إنه تكون حاجز لشيء وفجأة تلاقي إنه صار خربطة والتغل حجز فعشان هيك في هاي الأيام بدك تكون حذر جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم السبت ولغاية ظهر الغد اللي هو يوم الأحد القمر موجود في الأسد اللي هو البيت الثامن لإلكم بيت الأموال المشتركة فخلال هذا اليوم ونص بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو أموال لإلك بتحاول أنك تستردها في هاي الأيام من ظهر يوم الأحد ويوم الأثنين ويوم الثلاثاء القمر بيصير في العذراء اللي هو البيت التاسع وهنا الطاقة بتصير عالية جدا لأمور العلاقة بالسفر البعيد العلاقة مع الأجانب أشخاص خارج البلاد أشخاص خارج البلاد بيجوء عندك على البلد يعني الأجواء جيدة جدا حتى على المستوى العاطفي وتقارب من الأحبة تعزيز العلاقات العاطفية والامتحانات الجامعية والمقابلات والمراسلات وأمور القضائية برضو ممتازة حتى بالاستراد والتصدير فهاي أيام بتكن تستغلوها بشكل قوي لأنه بعدها يوم الأربعة والخميس ولغاية صباح يوم الجمعة القمر بصير في الميزان ومعنى هذا أنه هذا بيت العاشر اللي له علاقة بالسمعة العلاقة بالعلاقة الاجتماعية علاقتك برؤساءك بالعمل فهاي الأيام جيدة اللي بتقدم على وظيفة مقابلة عملي جديد أو أمور لترقية ترفيعات مطالبة بحقوق من رؤساءه ولكن ضبط العصاب مطلوب بدون عصبية بدون حدية ممنوع مخالفة القوانين والمجازفات في هدول الأيام لأنه هذا بيت السمعة فعشان هيك بدك تحافظ على سمعة القدر الإمكان من أي شيء بشوهها أما من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير موجود بالعقرب هنا الأجواء بتركز على علاقات الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة إلى حضور حفل أو مناسبة سعيدة أو تسعد بلقاء الأصدقاء الأجواء رح تدعمك بشكل جيد في هاي الأيام لأنه العلاقات الاجتماعية هي اللي ممكن تنصفك أو تساعدك أو تستغل بعض المعارف لإتمام بعض الأمور يعني أجواء اجتماعية لازم تنشط فيها لاستغلالها برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا القمر اليوم السبت ولغاية ظهر الغد اللي هو الأحد القمر موجود بالأسد اللي هو بيتكم السابع يعني القمر مقابلك تماما فهنا بنقسم على شقين الشق الأول الإيجابي انكم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذه فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن أنطاقتكم ضعيفة والحظوظ ما بتدعمكم بشكل كبير فلا تنفعلوا وحاولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعكم التوتر وللجدال علجوا التطورات بموضوعية وعصاب باردة لا تتسرعوا باتخاذ القرارات من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالعذراء اللي هو البيت الثامن لكم ونتحرك القمر يعني درجة من مقابلكم فبدعمكم على الأمور المالية تعزيز العلاقات المالية المطالبة بحقوقكم المالية برضو اللي بده قرب أو مساعدة أو دعم أو أمو أمو اللي له بده يحصلها حتى لو كانت ميرات ضريبة تأمين أمور بنك كلها هاي الأجواء جيدة جدا ولكن ممكن تظهر بعض الأمور العائلية في هدول اليومين أربع أما بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة هنا القمر بصير في الميزان اللي هو البهت التاسع لألكم فهنا طاقة عالية جدا ونشاط كبير وهذا الشيء بساعدكم بالامتحنات الجامعية بالسفر لبعيد تقديم طلبات هجرة أوراق معاملات قانونية أمور الحلاقة بالقضاء المناقشة رسالة محينة مثلا فالأجواء بتدعمك بشكل كبير على كل ما ذكرناه فعشان هيك بتنشطوا فيها بشكل كبير وممكن تستغلوها لأنها هاي الأيام اللي ممكن تحصل فيها بعض المكاسب من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير في العقرب اللي هو البيت العاشر لألكم فبتتركز علاقاتكم كلها على الأمور الاجتماعية نشاط اجتماعي علاقاتكم بالمسؤولين طبعا الاجتماعي المقصود فيه اللي هي العلية القوم أو المعارف اللي ممكن يدعموك أو يكون واسطة لا إليك في شيء معين أو علاقاتكم مع المسؤولين هو أنا تقدر تستغلها لإتمام بعض الأعمال عشان تلفت النظر وتحصل تكريم أو ترفيع في هاي الأيام وما بينفع في هاي الأيام مخالفة القوانين ولا المجازف ولا المغامرة ولا تشويه السمعة لأنه هذا يعتبر بحد ذاته أنت في فترة بيت السمعة بدك تحافظ على سمعتك مش تشويها بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بداية أسبوع شوي بلش الضغط فيها مش زي الأسبوع الماضي يعني شوي كان فيه نشاط الأسبوع هذا شوي الأمور يعني فيها نوع من أنواع التقلبات بداية الأسبوع اللي هو اليوم السبت ويوم لغاية ظهر يوم الأحد الغمر موجود بالأسد اللي هو بيتك السادس اللي هنا بيركز على العمل وبيركز على الصحة فعشان هيك بيبدأ من اليوم العمل يتراكم عندكم تدريجيا لغاية ظهر الغد زي ما حكينا انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم لا تسمحوا لواجباتكم بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما تحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات واخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن من ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بيصير مقابلك تماما في العذراء فهنا ممكن تعزز شركتك علاقتك بالشركاء بالزوج بشريك المال بالعاطفة الأعمال المشتركة ممكن تتممها ولكن بدك تحضر النطاقتك ضعيفة ما بنفع العصبية ولا اتخاذ القرارات ولا المشاكل ولا الحدية بالطباع رغم أنه فيها أجواء عاطفية إلا أنه شوي عصبيتك ممكن تظهر على الساحة وهنا من قلك دير بالك أنه أنت الحلقة الأضعف وانت اللي رح تصير ملم أما بالنسبة يوم الأربعة ويوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة القمر بتحرك درجة هنا بصير القمر في الميزان اللي هو البيت الثامن للكم اللي بركز على الأموال المشتركة فهذا البيت ممكن يجيب لك شيء قديم أو ديون قديمة أو تحصل على شيء كان بالقديم حق لإلك وراح منك أو الطالب بحقوقك مثل ميراث أو ضريبة تعمين قرب بنكي ديون معدومة هاي الأمور اللي ممكن أنت تركز عليها أو تفوتر بعض الأمور أو تعلم مسألة مالية كانت معقدة بالفترة المالية فهي أيام مناسبة لحلها ولكن دون المغامرات المالية والمجازفات المالية وما تخوض أمور لها علاقة وتوقيع قرارات وعقود في هاي الأيام من صباح يوم الجمعة ويوم السبت ولغاية صباح يوم الأحد القمر بصير في العقرب البيت التاسع لألك فهنا بتنشطه بشكل هائل جدا في أمور العلاقة بالسفر البعيد العلاقة مع الأجانب الحوارات والنقاشات الامتحانات الجامعية حتى القضايا القضائية والأوراق القانونية والمعاملات والأمور العاطفية فهي أيام مميزة جدا راح تعوضك عن كل الأيام اللي راحت فعشان هيك هاي الأيام لازم تستغلها بقوة لأنها لصالحك وفيها كثير من الأمور اللي راح تتبلور لإلك ورح تظهر على الساحة وتقدر تحلها هيك نكون انتهينا من لمحتنا لهذا الأسبوع وتوقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر